وبس طيب كيشو وحكاية كيشو طبعا تبعتوها كلكم وكسة البنت والاتهامات بالتحرش واصلو كان مش عارف شارب واصلو مش عارف الكسس دي كلها تمام من يوم الخميس انا مستغرب خميس او جمعة خميس مستغرب انه الناس هجوم وفضيحة وحكاية العادي يا جماعة في الامول زي كده علمونا حتى في الصحافة والاعلام ونتعلم كلنا مع بعض ودينا نجرب يعني انك ما تقدرش تتهم حد الا اذا الا اذا كان فيه قرار نهائي قرار نهائي باتهامه او ان هو متورد في هذا الامر لك انا مثلا دلوقتي روحت بلغت عن واحد وقلت الراجل ده سرقني وهو ما سرقنيش فانت روحت مسكت الراجل اللي انا قلت عليه سرقه ده فضلت تقطيعه وتكسير فيه وفي الاخر يتضح انه هو ما سرقنيش او ده اللي حصل معا كيشو نصبر يا جماعة راجل النهاردة تبرق من كل حاجة كل حاجة وجابه الكاميرات وراجل ترى ما عملش حاجة وما عملش مشكلة خطأه الوحيد انه تأخر في العودة لمقر الاقامة خطأه الوحيد وده هيتحاسب عليه اكيد يعني رياضيا من اللجنة الالولمبية المصدية ومن الرئيسة التحب بتاعه بس احنا بسرعة تقطيع وتكسير وتقطيع وتكسير واتمنى اتمنى من البعثة المصرية من المسؤولين سواء رئيس لجنة اولمبية او الرئيس للتحاد بتاع اللعبة هتحق كيشو هتحق مصر ما تسيبهوش ادام لنا حق ناخده الناس دي شهرت بينا الناس دي قالت كلام مش كويس في صحف علامية نقلت لا يا جماعة ناخد حقنا ما نسيبهوش لو سمحتم يعني مصر